في تلي أبيب يوجد ما يشبه البلدة الفارسية الصغيرة وموضوع مفاوضات البرنامج النووي الإيراني حساس جدا هنا وعندما نسأل التجار عنه يتشبع الهواء بعاصفة من الكلام الفارسي والعبري هذه العائلة هاجرت من إيران إلى إسرائيل وقد انقسمت أجيالها الأب الصهيوني متفائل أتمنى أن يكون هناك سلام وأمان لنا ولهم نستطيع أن نتخلص من إيران في يومين فقط وأما ابنه إيلان فهو يعترض باعتقاده أن الحرب هي الحل الوحيد وتتراوح الأراء هنا بين الأمل بحلول السلام والدعوات إلى القتال ولا يوجد مكان في هذا السوق للضعف التجار هنا في إيران الصغيرة يدركون أن العواقب السيئة تعني فقدان المال والتجارة ولكن رئيس وزراء إسرائيل بن يمين نتنياهو قد حذر من عواقب صفقة سيئة على سعيد عالمي معتبرا أنها قد تكون مميتة في الواقع إذا وافق المرء على صفقة سيئة فقد يصل إلى نقطة يكون الخيار الوحيد هو الخيار العسكري ولكن القوى العالمية المنضوية في مجموعة خمسة زائد واحد لا تتوافق على التحذير الإسرائيلي فالكثيرون وبينهم إسرائيل نفسها يتوقعون النجاح بالتواصل إلى اتفاق مبدئي يوجد على حائط مطعم آرييه هنا صورة لشاهي إيران وهو يعتقد أن إيران قد فازت في هذه الجولة ولكنه يرى أيضا أن الأمور بخواتيمها وربما الأكثر غرابة أنه رغم التصريحات العدائية تجاه إيران فمعظم من هم هنا يتوقون للعودة إليها